اشتركوا في القناة والمواسى لفخامته وشعب الجزائر الشقيق وأسرة الفقيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى أخيه معالي السيد أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر